خلينا نروح بقى القصة تانية ويمكن مهمة جداً وهي خاصة باللعب سعد سمير البعض يمكن الفترة اللي فاتت اتكلم ان سعد سمير مش عايز يجدد سعد سمير جاي له عروض وعايز يمشي خلينا اقول لكم الحقيقة بالضبط اللي حصل بس خلينا اقول لكم الخبر ده الاول وهو خاص بسعد سمير ان وليد سلمان النهاردة كتب تويتر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وحساب الشخصي الخاص به وقال ان سعد سمير جدد بالفعل للنادي الاهلي وكل ما يقال ويصار خلال اليومين اللي فاتوا دول ان سعد سمير حيمشي ده مش حقيقي ووليد قال ان انا شفته بنفسي ان هو بيجدد مع النادي الاهلي خلينا اقول لكم بقى القصة بالضبط بالنسبة لسعد سمير كانت مشي ازاي سعد سمير مجدد للنادي الاهلي منذ مباراة مونانا مباراة منانا اللي كانت في دور 32 من دوري أبطال أفريقيا والمباراة الأولى بالتحديد المباراة الأولى كانت في الكهرة والنادي الأهلي تقريباً في الوقت ده كسب 4-0 بعد المباراة مباشرة سعد سامير جدد عقده مع النادي الأهلي الأمور كانت ماشية زي بالضبط كابتن سعد عبد الحفيز كان قاعد مع سعد سامير حساب عشور وليد سليمان وهم طبعاً لعبين مهمين جداً كان سعد عفيز اللي هو كان مدير الكرة في الوقت ده فقعد معهم وكان عايز يجدد وكان واخد قرار من قبل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي إن احنا عايزين نجدد لولاد النادي وعايزين نحافظ عليهم بشكل كبير وزي ما احنا عارفين سعد سمير أحد أبناء النادي الأهلي المهمين جدا ولمستوى سابت بشكل كبير جدا وأحد العماصر الأساسية والهمة بالنسبة لنادي الأهلي والمنتخب مصر فبالتالي كابتن سعد عبدالحافيز من دول الكرة في هذا التوقيت قال لسعد بالضبط كده يا سعد كابتن محمود الخطيب قال إن احنا عايزين نجدد لك عقدك الفترة دي علشان نحافظ علي أولاد النادي وانت أحد أبناء النادي الأهلي سعد سمير قال له طفين العقود يا كابتن هات العقود أنا أمضي على طول قال له لا هاتلي العقود وأنا هواقع حالا دلوقتي قال له يعني من غير أي قال له لا ما فيش أي حاجة خالص أنا هواقع دلوقتي وأجدد للنادي الأهلي فكابتن سعد عبد الحفيز في التوقيت ده كان مدير الكرة أكلم كابتن محمود الخطيب قال له رد سعد سمير كان كذا 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 قال لي هاتل أقود عشان أمضي كابتن طبعا محمود الخطيب الرئيس النادي انبسط جدا من رد فعل سعد سمير وقال إن ده كان شيء متوقع من لاعب بحجم سعد ولاعب أهمية سعد وأحد أمناء النادي الأهل وأكيد عنده انتماء كبير جدا بالنسبة للنادي الأهل فبالتالي ده السيناريو أو دي قصة بالضبط اللي حصلت لسعد سمير أو الموضوع التجديد الخاص به إذن كل ما يتردد خلال الفترة دي إن سعد سمير مش عايز يجدد أو سعد سمير لسه بيماطل في التجديد مش صحيح إطلاقه ما فيش أي شروط عند سعد سمير اللاعب أكيد عارف أو أبناء النادي الأهل وكل اللاعبين المتأكدين داخل النادي دايما بيبقوا متأكدين إن الإدارة هتقدرهم بشكل جيد لجنة الكرة كمان مبسطت جدا من رد فعل سعد سمير قالت أو مدنوه توقع أن هي أكيد هتقدره بشكل جيد جدا إذن سعد سمير مجدد عقده مع النادي الأهل ووقع على بياضه ويمكن كلام ده اللي أكده كمان هو وليد سليمان ودي معلومات كمان أنا بأكدها لكم من خلال إن أنا بحكي لكم كل التفاصيل عشان ننفي كل الإشعاعات اللي بتتقال عن لعب مهم زي سعد سمير وأحد الركائز الأساسية في صفوف النادي الأهل وفي خط الدفاع واللي بصراحة مستوى سابت جدا خلال الفترات اللي فاتت فبالتالي الأمور زي ما قلت لكم بنسبة لسعد سمير خلاص محسومة كل الإشعاعات اللي بتتقال خلال الفترة اللي فاتت ده دي غير صحيحة بالمرة تم التجديد في نفس الوقت بنسبة لسعد وليد سليمان وحسام عشور لا تفتكروا فترة دي اللي كان فيها كلام كتير على أحمد فتح وعبدالله السعيد لكن ولاد النادي جدده بشكل مباشر على طول من غير أي شروط ومن غير أي تفكير وده اللي عتدنا عليه من أولاد النادي وبالتحديد من بعض اللاعبين المميزين جدا سواء سعد سمير وحسام عشور وليد سليمان هو قامش مش أحد أولاد النادي الأهلي لكن وليد سليمان بصراحة لعيب كبير جدا وتحس أنه هو أصلا مولود جوا النادي الأهلي وانتماؤه كبير زي ما احنا عارفين اللي حيحصل بقى الفترة الجاية إيه؟ الفترة الجاية كابتن محمد يوسف هيتولى الملف ده بحكم أنه هو مدير الكرة الحالي والمدرب العام كمان لكن بتحديد الملف ده بيبقى هو مدير الكرة كابتن محمد يوسف هيتولى الجزئية دي وهيتكلم مع سعد في مدة العقد هتبقى قد إيه؟ الكلام اللي عرفناه إن خلص يعني قالوا لسعد إحنا عايزين نجدد أربع سنين لو أنت عايزهم خمسة إحنا ما عندناش مشكلة الكلام ده معنى إيه؟ إن سعد لما هيجدد أربع سنين سعد دلوقتي عنده تسعة عشرين سنة أربع سنين هيبقى عنده قد إيه؟ هيبقى عنده تلاتة وتلاتين سنة داخل في الأربعة وتلاتين سنة وقالوله كمان لو عايز يبقى خمس سنين إحنا ما عندناش مشكلة ونتمنى ده معناه أن النادي مقدر جدا سعد سمير ومقدر جدا أنه هو أحد أبناء النادي الأهلي وبيتمنى اعتزال سعد سمير داخل جدران النادي الأهلي يبقى مدة العقدة حيتم حسمها خلال الفترة الجاية في بيئة تنصيق ما بين لجنة الكرة والكابتن محمد يوسف مدير الكرة وأيضا من خلال الحديث مع سعد سمير لكن الأمور دي كلها هتحسن بعد الانتهاء من مبراط فريق التونشيب والمبراطة الغاية في الأهمية ويمكن سعد كان ممكن يتكلم أو كان من الوارد أنه هو يتكلم ووضح هذه الأمور لجمهور النادي الأهلي وبعض الإشعاعات اللي بتتردد عليه لكن طبعا نظرا للمبراطة الهمة أمام فريق تونشيب فبالتالي التركيز كان مهم جدا بالنسبة للعابين لكن اللي أنا حكيته لكم كده بالضبط دي كل اللي حصل فيما يخص سعد سمير وتجديده واللي هم موقع عقود مع النادي الأهلي وكل النسخ موقع عليها كمان ليس موقع على عقود حتى مبدئية لا اللعب موقع على كل النسخ بالنسبة للتجديد مع النادي الأهلي إذن سعد سمير نقفل قصته كمان الموضوع منتهي بالنسبة له واللعاب متواجد في النادي الأهلي أكيد عنده عروض لعب كبير بحجم سعد سمير لعب يؤدي بشكل جيد مستوى ثابت لعب دولي طبيعي جدا أنه يكون عنده عروض كتير خلال الفترة دي لكن النادي الأهلي متمسك به وسعد متمسك بتواجده داخل النادي الأهلي وخليني أقول لكم أنه هو أحد اللعبين اللي عندهم شخصية القيادة في الملعب سيبكم بس من شوية الهزار اللي ممكن يكون بيهزروا وكلام من ده ده طبيعي ووارد جدا أن أي لعب في النادي أو في الفريق يهزر أو يضحك شوية وكلام من ده وده حاجة بتابعة مطلوبة بالمناسبة لكن وقت الجد سعد ما بيهزرش بصراحة في الحاجات دي ولاعب وقائد في الملعب كمان الناس اللي بتابع المباراة بالتحديد من الملعب حيلحظوا أن سعد يعني قائد كبير جدا داخل نادي الأهلي وداخل الملعب ولاعب مهم جدا بالنسبة للفريق إن شاء الله نتمنى له كل توفيق خلال المرحلة المقبلة ويقدر يساهم كالعادة مع النادي الأهلي في حصد المزيد والمزيد من البطولات إذن دي قصة سعد سمير حسن منها لكم خلاص واللاعب مجدد أربع سنين مع النادي الأهلي أو مش أربع سنين بتحديد لسه زي ما قلت لكم هيتم تحديد المدة لكن هو مجدد وموقع العقود بدون أي شروط لأنه عارف كويس جدا إن النادي حيقدره بالشكل المطلوب والشكل اللي ننسبه إن شاء الله المدة هتحسم زي ما قلت لكم إن شاء الله خلال أيام